عندنا اخبار زي ما انا بقوله يعني انا والله ما قاريت الاخبار برنامج بدني لبدلاء الزمالك بعد مباراة اسوان ده المفروض يحصل يعني الزيادة البدنية للعيبة دي مطلوبة انا عندي لعيبة كبيرة جدا يا جماعة والله بس احنا برضو يعني بندوس عليهم شوي يعني بعض الناس بشوف كلام قاسي جدا على بعض اللعيبة اللي كانوا بيكسبونا بطلاط احنا نيسو يعني ليه ليه انا بقول انا لما كلمت في الانترو كلمت على حالة مباراة انت بتكلم على العيب حالة لعيبة اثناء مباراة فقط لكن انا مقتنع ان تيم الزمالك احسن اسكوات قولا واحدا مش كلام مرسل لا تيم الزمالك افضل اسكوات موجود في مصر قولا واحدا على رأي خد غندور لكن ما تيجي تتكلم بقى على اوباما هنموت اوباما ده ما مش عارف ايه ده ما ينفعش ده لازم يمشي طب لمصلحة ميه محمود علاء الطفش الرجل اللي اسمه اللي قول معي الزكريا الواردي ده طفش مشي دخلنا على اوباما هنخلص على اوباما هنخش على عمر جابر نمشي من عمر طب يعني مش فاهم وبعدين جايين تقول لك تقول لي انت بتهاجم انا هاجمت وانا قلت حاجة ده انا بتكلم على فنيات بتكلم على حالة لعيبة اثناء مباراة حالة جهاز فني اثناء مباراة يا ظلمة انما تيجي تقول لي انا همسك اوباما لغاية ما بطله كورة ده انا بقرة تعليقات على اوباما ده في السوشال ميديا وللأسف يعني مكتوبة كلها صرف حد زمانك ما عرفتوا الزمالكوية ولا الله اعلم يمكن مش زمالكوية يمكن مش زمالكوية يمكن ناس مأجورة يعني ماسك اوباما سلخه ماسك عمر جابت سلخه يعني الوردي ميشي عحمود علاء ميشي طب وبعدين وبعدين لما انا اععد هاجم اوباما كده غاية لما اجيب نفسيته الارض ده اوباما النهاردة لو شفتوه على الخط كان عامل ازاي كان مولع نار عمال رايح جاي وبتكلم وبيجي ويروح وعمال يشوت الارض زعلان ده لعيب عنده روح عنده دم عنده دم عايز يكسب او ما انا فطسه ده كويس الوردي عايش لغد الوقت والله والله كويس فيه لازم نفوأ الناس دي يا جماعة فوقوه منتو خلي بالك قد يكون الراجل عامل جزء البدن بتاعه على الاكمل وجه لكن الكلام اللي بيتكتب على اللعيبة دي ممكن يفطسها يضيع كل البدن اللي بيشتغل خلي بالكو اللي بيشتغلوه او الله نفسيا اللعيب لبنازل مش قادر ما بيبنعبش ده انا ممكن لو بدنيا مش قادر لو خمسي في المية اقدي لكن لو نفسيا تعبان دي قاتلة قاتلة لعيب الكورة واسألونا انا بقى انا فيها وقت كنت طب وبعدين لما نزلت ها خمسي في المية الجمهورها يعني كان برضو بعض الجميل كان بتهجمك نزلت اكتر انت فهم قصدي ليه لان انت بتتكلم على نفسية لعيب خلاص نفسيا هم هو يعني رايح مني هو خرج برا فصل فصل تماما فعشان ترجعوا تاني انت لا ترجعوا مش انا انت لا ترجعوا عشان كده فيه برنامج بدني لبودلاء الزمالك بعد مبارات اسوان مع فريرا وفيليب مخطط الاحمال اشتركوا في القناة